الاهلي يهدي الدوري للزمالك بعد التعادل مع المقاولين العرب اهلا بكم معاكم بلا العراق يعني بصراحة حاجة تغم النفس حاجة تدايق حاجة يعني بصراحة قمة القرف قمة القرف النادي الاهلي النهاردة بيهدي الدوري للزمالك بيقول له خده وتفضل اتفضل الدوري على طبق من فضل اذا لم يقامل اي مجهود في الدوري غير انت بتضيع فرص بس بتضيع نقط بس المقاولين اللي بيصرع على الهبوط النهاردة بيتعادل معاك المقاولين لو بيلعب كده بيلعب كده نص في الدوري بس بيلعبه النفس الأذاء ده ما كانش هبط أصلا ولا كان صرع على الهبوط ولا كان بقى في الموقف ده ولكن العب عليك انت العب عليك العب عليك تدتلي الفرق فرص ان هي تتكبر عليك النهاردة خلاص انت يعني ما لكش عين بقى. ما لكش عين ولا دوري في الملعب ولا اي حاجة. انسى يا برنس. خلاص. الاقلي خلاص ما ينتظرش والجمهور ما ينتظرش لان اللعيبة يعني خلاص. خلاص. مفيش مفيش امل فيها. مفيش امل يا جماعة. انا عدت اعيد وقرر مفيش ثقة في اللعيبة. لعبة النهاردة بتلعب بص ايه يا عم ايه? في ايه الشوت الاول مضيعتها تجوان غير ضربة الجزاء. ما تنهي. انهي يا ابا. انهي الهجمة. هتجوان خلص نفسك. لكن مفيش. 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 انت النهاردة بتقولي الزو مالك. اتفضل الدوري. اتفضل الدوري. وبص نديف كده. ومرطب. وحلو. تاني سنة عالتوالي. تاني سنة عالتوالي. الثانية�리 فات. اتدقنا صفر باطلالي محلية. السنة دي. ربنا يوسه. بلطريقة دي. هتطلع صفر. هتطلع صفر. فين? فين الروح. فين ادايا. فين اللعيبة. فين? مفيش اي حاجة. فيش اي حاجة.مفيش اي حاجة متحصل. السنة اللي فاتت تلقنا سفر بطرقات محلية السنة دي ربنا يسطر بالطريقة دي هتطلع سفر هتطلع سفر فين الروح فين الاداة فين اللعيبة فين مفيش اي حاجة مفيش اي حاجة بتحصل وفي الاخر اخر عشر دايبات ليل لعبة يسخن وبتلعب وبترمي الكرة وعاوس تجيب جون وبسرعة ومش عارف ايه في ايه وكمان يعني اللعبة كله بدون هدف بدون هدف وجالك كم ضربة حرة مباشرة خرج المنطق كم فاول جالك خرج المنطق مفيش اي استغلال شوت في الحيطة شوت في السماء شوت في ايه حاجة مفيش حد بيعرف شوت في القهر مفيش لعبة منتفق عليها مفيش تاكتب كده يتعمل مفيش ايه تمويت تتباصة تتشاط من حتة تانية يتعمل ايه حاجة مفيش 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 حد يشوت من برا مفيش 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 مفيش